إذا قلت في سياق كلامك يعني وردت تسرح الدوطة دية أنه كمان في رأيك تم تشويه صورة النبي محمد تم تشويها زي؟ يعني لأنه كان يعتبرون الغزو والقتل والسبيه أشياء تستحق الفخر ولحد هذه اللحظة الآن عندما يقلت إحنا فتحنا احتلنا البلدان وغزينا وذبأنا وقتلنا مليون ودخلنا معركة 100 ألف وكان عددنا 10 ألاف وغلبناهم هذه تهيج الروح الأدوانية والعنيفة داخل الشباب وتخليهم يرسمون أحلام رامبو في رأسهم والسوبرمان والبطولات هذه الأشياء تحبها الناس فبعد ذلك عندما يقل لك الرجل الرسول يطوف على نساء هبيتس يعني هل يؤقل أنه رسول بهذه العظمة؟ يعني ماهما يكون السبتة لابد أن نحترم الناس لا يؤقل أنا ما أريد أن أتحول إلى متدين ودافع عن هذا لكن أقول النصوص التي وصلتنا وصلتنا وفق فهم الناس الذين نشروا هذه الأشياء لكن لا يؤقل أنه وعد نزل كتاب بهذا الأشياء صاحبه داخل الأشياء يعني القضية بأكملها فيها الغز فهمني؟ يعني عندما نأسس على شيء هو أصلا قصص على قصص على تأويلات على مقولات على أقوال على منقولات فأنا نأتي الآن نأسس عليه الحل السليم أنه لا أقف مع الإسلاميين ولا أقف ضدهم ولا أقف مع العلمانين ولا مع الملحدين إنما نقف مع العلم مع ما يقوله العلم مع ما تقوله البحوث هذه الفكرة ولا نتعصب هذا يعني حتى نفضل الاشتباك بيننا جميعا لا نحول هذا النص إلى وثن ونعتمد عليه ونقاتل من أجله ونقول لا يجوز مسهم طيب أنت مرد في السياق كلمك يعني قلت يعني 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 أن الخدماء المسلمين ما كانوش بيقدسوا القرآن زي ما بيتم تخدسه اليوم إزاي؟ لا وحب حتى يعني هو الكتاب لم يقرأ جيداً ولحد هاي لعظة لكن في فترة ظهور الخلافة عباء راشدة تسمى راشدة القرآن لم يكن كتاباً خطيراً مهمة كتاباً يعني موجود يشكل بالنسبة لهم نوع من التمييز لكن لم يقرأ جيداً حتى الخليفة عمر كان يقول لهم أفهم مرة طلعت له وهده قال لازم الزواج كذلك قال للقرآن ما يقول هيك قال والله أنا ما أدري بها أنا ما أعرف بها يعني حتى الخلفاء عدى الإمام علي أدى باطلاع على القرآن لأنه تفرغ لأنه طلعوا من الحكوم فصار عدى حشرة مصطعش سنة بس يقرب القرآن فعلى كل حال القرآن لم يقرأ جيداً عندما بدأوا بقراءته في الفترة العباسية وعندما بدأوا ينطلقون بمشروع لتأسيس دولة وتأسيس قاعدة إيديولوجية لهذا الدين لهذه الدولة ونص مؤسس أشبه بالدستور عند ذاك بدأوا يكتشفون أشياء لم تكن في بالهم القرآن يتم اكتشافه كل يوم لحد هذه اللحظة نحن نكتشف الشيء داخل القرآن فكيف بذلك الزمان فهو الكتاب موجود يعني أنا حتى أحيلها لها فكرة موجودة أدى الإنسان بأموم البشر العرب خاصة لها علاقة بفكرة الكتاب لها علاقة بمثلة حامورابي دائما يقولك هناك كتاب هذا الكتاب فيه كل شيء وأتانا من الآلهة عندما نشوف مسلة حامورابي تجد الإله أمام حامورابي ويسلمه الكتاب هذه الفكرة انتقلت إلى اليهود ألواح موسى صعد على الجبل وعطاه الله الكتاب الألواح اللي هي 613 بنج بها يعني كلها بلوح واحد ولكن لننا نتصور أن كلها من موجودة بهذا الأول وبعد ذلك زعلوا وكسرها وبعد ذلك الله الطانس خطانين وحوضة بهذه على كل حال فالناس انتشرت بداخلها فكرة وجود كتاب على كل حال فالناس انتشرت بداخلها فكرة وجود كتاب وهذا كتاب فيه كل شيء ولحد ألا هي العظامة موجودة على الفكرة هذا الشيء هذا الشيء سبعنا دائما لا نقرأ الكتاب بل نعتبره شيء مقدس تحول الكتاب الذي يدعو إلى التوحيد ويدعو إلى محاربة الوثنية تحوله بحد لا تلاوثاً. حولوا منه رجال الدين والناس عموماً. يعني الآن معنى آخر الكتاب التحول من كتاب يدعو للتوحيد. رفضوا قراءته وجعلوا الدعوة للتوحيد هي أوثني جديد. يعني الفكرة الأساسية في الحلقة دي تنادر أن نقول أنك أنت بتدعو المسلمين بأعادة قراءة القرآن من خلال واحد اثنين ثلاثة. إيه هي بقى واحد اثنين ثلاثة؟ أنه الكتاب هذا هو إرت لجميع وليس لأمة أو لدين محدد. وأن هذا الكتاب من حق جميع قراءته. ولا حق لأحد أن يفرض أن يختطفه ويعتبره ملكه الخاص. ولا يجوز لأحد أن يتحدث به. وأن نعرف بأن هذا الكتاب فيه ما فيه. يعني هو العلاء هو خلاصة أو أو أشي سميها يعني زبدة التاريخ السابق عليه. يعني كل صراع اللي استمر ألف سنة سابقة على ظهور القرآن وأقدم نسخة إلى موجودة بالنصف الأول من القرن الأول الهجري. هي هذا هو حصيلة صراع هائل عاشية شعوب المنطقة وهذا الكتاب هو الذي وجستها. هائل عاشية شعوب المنطقة وهذا كتاب هو الذي وجستها. هذا الشيء الأساسي. وليس وعلينا أن نقرأه بشكل صحيح جديد الآن. وعلينا أن لا نكون أجل وجهيين. لا نحول الكتاب إلى مكان إلى مسألة سيطرة. مسألة عنف. مسألة سلطة. مسألة كراسي. لا نحاول إلى شيء إلا علاقة بالإنسان. وهذا المؤترك الإنساني أو الصراعات الإنسانية كبيرة. علينا أن نتجاوزها ونصل إلى مرحلة نفهم بهذا الكتاب اللي هو أسس من تأسسة من المالك. يعني أنت تمام. أنت صراحة الفكرة في شكل مجرد جميلة جدا يعني. شرح ممتاز يعني. بس أنا هترجبه لإجراءات. يعني المسلم عليه أن يعود للأصول اللغوية. دي الكلمات اللي موجودة في القرآن. ممكن. يقرأ بشكل يقرأ. يفتحة. يقرأ. تحريق قرآن. أدعو لتحريق قرآن من مؤتكيني. القرآن خرافة. هل كان هناك ما نسميه اللغة العربية وقت نزول القرآن؟ أم كانت لهجة متفرعة من اللغة السريانية الأرامية؟ إذن فمن الذي أسف قواعد اللغة العربية كما نعرفها اليوم ولماذا؟ هل صحيح أن القرآن يتكون من عدة طبقات من اللغات؟ هل من بينها أيضا العبرية واليونارية وغيرها؟ لماذا رفض الفقهاء والأباطر المسلمين الاعتلاف في ذلك؟ هل تسبب ذلك في عدم معرفة المسلمين بقطابهم المقدس؟ هل نحتاج إلى ترجمة جديدة للقرآن الكريم؟ أهلا بكم في حوارات شعيد. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر